قام وفد من أعضاء مجلس الأمن بزيارة إلى مدينتي العريش ورفح وذكرت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس طلعوا خلال الزيارة على سير العملية الإنسانية والطبية الضخمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك تدفق المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وكذلك الدعم الطبي المقدم للجرحة الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع من جهتها أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أن جهود إغاثة غزة لم تكن لتتم دون حكومة مصر وسخاء شعبها مجهودات لا تتوقف من الدولة المصرية لتسهيل دخول المساعدات بكافة أشكالها للأشقاء بقطاع غزة ومجهودات أخرى مقدرة من جانب مصر لتوفير كافة السبل أمام المنظمات الدولية والأممية للاطلاع على صورة كما هي للعالم فبعد زيارة أمين عام الأمم المتحدة إلى شمال سيناء ها هو وفد من مجلس الأمن الدولي يصل لمستشفى العريش العام أعتقد أننا جميعا وليس الصين فقط نعمل سويا لتحقيق السلام وعلينا أن نستمر للعمل في نفس الاتجاه رغم أن الأمر ليس سهلا أو يسيرا والصين بمفردها غير قادرة على العمل لكن لا بد من تكاتف جماعي وعلينا بالطبع أن نقدر مصر على مجهوداتها هي والإمارات وهناك مبادرات جديدة على الحدود سنعمل عليها من أهمها تسهيل دخول المساعدات لتصل لمن في أمس الحاجة إليها ومن المهم أن تصل هذه المساعدات إلى المستحقين بشكل كاف لذلك هيبنا لنعمل سويا مهمة زيارة جدا نحن الآن على معبر رفح البري أهمية زيارة تأتي بعد أن كان هناك فيتو من قبل أمريكا على وقف إطلاق النار في مجلس الأمن عند حضور كل أعضاء مجلس الأمن يعني تقريبا 13 عدو حضر هنا هذا يدل على أنهم هم متماسكين في قرار وقف إطلاق النار وجاءوا تعبيرا منهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني تفقد الوفد أيضا عدد من الشحنات التي يتم تخزينها بمخازن الهلال الأحمر المصري حتى يأتي دورها لتتحرك إلى الأشقاء في فلسطين وأخرى تم رفض دخولها من قوات الاحتلال ثم تحرك الوفد بعد ذلك لزيارة معبر رفح الحدودي ليرى حجم المساعدات على أرض الواقع هذه الزيارة ستساعدنا على فهم الأمر على أرض الواقع فالرؤية خير من مجرد السماع ويجب وقف إطلاق النار والمطالبة بإدخال المساعدات الإغاثية لا بد من هدنة إنسانية لدخول المساعدات نحن هنا لن نحاول الضغط قدر الإمكان لإدخال المساعدات برغم الأوضاع المزرية لأبناء قطاع غزة وأقدر المجهودات المصرية فما تفعله مصر رائع للغاية جانب المصري نحن بنسع جاهدين نحن نوصل معنات بأسرع وقت ممكن وأنها تكون موجودة تبقى الاحتياجة عندما كانت في الاحتياجات اليومية لا تتوقف مصر عن فتح ذراعيها لكل دول العالم وممثل المنظمات والمجالس الأممية لتيسير كافة الخدمات والإجراءات من فتح للمجال الجوي للطائرات المحملة بالمساعدات إلى أماكن التخزين وصولا لتوصيل الإغاثة للأشقاء في فلسطين